يوم الشلل القومي بدأ بسن ائتلاف نتنياهو قانون التعذر الذي يمنع اخراج نتنياهو من منصبه كرئيس حكومة بسبب تضارب المصالح خطوة استفزازية أخرى لألاف الإسرائيليين الذين تركوا عملهم وخرجوا للاحتجاج ضد الانقلاب القضائي نشوف شكولان نبو ونرى ما نحو شوين نגיד להם داي ومسפיק ما שקורה כאן אי אפשר יותר באמצע יום עבודה כולנו לקחנו את הדברים שלנו עצרנו לרגע وبאנו לכאן להגיד ולהראות את מה שכולנו חושבים מספיק מספיק עם כל מה שהולך פה بושה פשוט بושה אין לי ما להגיד في مدينة תל אביב أغلق المحتجون شارع איילון في الاتجاهين لأكثر من ساعتين وردت الشرطة على ذلك بقمع المتظاهرين بالמיה العادمة واعتقال أكثر من أربعين متظاهر من بينهم قيادي لاحتجاجات الأسبوعية أما في مدينة حيفا فالاعتقالات قد طالت أكثر من عشرين متظاهرا وهنا أيضا تم رش المتظاهرين بالمياه العادمة واعتقلت الشرطة محتجين وقياديين بشكل عنيف التظاهرات في هذا اليوم انتشرت في كل مفرق وشارع ومدينة مركزية وفي النقب حتى التي تظاهر بها أكثر من ثلاثة ألاف متظاهر كما تظاهر المحتجون أمام بيوت رؤساء الأحزاب لإتلاف مثل بيت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأرياد رعي أيضا حتى أن أعضاء الليكود اضطروا لإلغاء مشاركتهم بمؤتمر محلي ربما بعد تعرض آفي دختر للاعتداء من متظاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر